اشتركوا في القناة اشتركت طريق الحق وحملت رسالة الصدق إلى كل مربية جاهدت بكلمتها وحافظت على قيمها وزكت نفسها إلى كل أم ربت أبناءها على التقوى وأنشأتهم على السنة وحببت إليهم الفضيلة والجواب الذي أجيب كل إنسانة تتصل بي عن طريق الهاتف وتعرض علي مشكلتها هذا الجواب هو أيها الأخت الفاضلة إذا عرفت الله عز وجل كنت أكبر من أكبر مشكلة تعانيها وإذا لم تعرف الله عز وجل كنت أصغر من أصغر مشكلة تعانيها بين أن تكون أكبر من أكبر مشكلة تعانيها وبين أن تكون أصغر من أصغر مشكلة تعانيها المرأة أيها الأخوة الكرام في هذه الخطبة أُناشِد المرأة أن تسعد بدينها وأن تفرح بفضل الله عليها وأن تستبشر بما عندها من نعم إن هذه النعم محيطة بنا من كل جانب ونحن في غفلة عنها أناشِد كل إنسانة مؤمنة أن تبتسم بسمة أمل أمل بالله وأن تستشرف الفرج كإشراقة الفجر لكل من ضاق صدرها وكثر أهمها وزاد غمها أناديها بانتظار الفرج وترقب اليسر بعد العسر أخاطب عقلها الذكي وقلبها الطاهر وروحها الصافية لأقول لها إصبري واحتسبي ولا تيأسي ولا تقنطي تفائلي فإن الله معك والله حسبك والله كافيك والله حافظك ووليك اترضي فلول الأحزان وأشباح الأوهام وكوابيس الخوف والقلق نظفي ذاكرتك من ركام الأوهام وأكوام الوساوس والتفتي إلى ربك وإلى منهجه وإلى عبادتك وإلى معرفته وإلى طاعته فلعل الله سبحانه وتعالى يجعل من بعد عسر يسر صدقوا أيها الإخوة ما من بيت من بيوت المسلمين إلا وفيه فتاة تخاف الله وتحبه ولكن تنتظر الزوج المؤمن الذي يرعاه الذي يحفظها الذي يلبي حاجتها إلى ولد يقول لها ماما أتمنى عليك أيتها الأخت الكريمة أن تكون مصلية صائمة قانتة خاشعة متحجبة محتشمة وقورة رزينة متعلمة مطلعة واعية راشدة وفية أمينة صادقة متصدقة صابرة محتسبة تائبة منيبة ذاكرة شاكرة داعية واعية تابعة لآسيا ومريم وخديجة مربية للأبطال تصنع الرجال راعية للقيم حافظة للمثل غيورة على المحارم بعيدة عن المحرمات ننتظر بسمتك الجميلة التي تبعث الحب وترسل المودة للآخرين ننتظر ننتظر كلمتك الطيبة التي تبني الصداقات الشرعية وتذهب الأحقاد ننتظر صدقتك المتقبلة التي تصعدين بها مسكيناً وتفرحي فقيراً وتسبعي جائعاً ننتظر جلسة مع القرآن الكريم تلاوةً وتدبراً وعملاً وتوبةً واستغفاراً ننتظر منك كثرة الذكر والاستغفار وإدمان الدعاء وتصحيح التوبة ننتظر تربية أبنائك على الدين وتعليمهم السنة وإرشادهم إلى ما ينفعهم ننتظر الحشمة والحجاب الذي أمر الله به وهو طريق الصيانة والحفظ ننتظر صحبة الخيرات ممن يخفنا الله عز وجل ويحببنا الدين ويحترمنا القيم ننتظر بر الوالدين وصلة الرحم وإكرام الجار وكفالة الأيتام ننتظر القراءة النافعة والمطالعة المفيدة مع الكتاب الممتع الراشل نتمنى أيتها الأخت الفاضلة ألا تصرف عمرك في التوافه من حب الانتقام ومجادلة لا خير فيها نتمنى ألا تقدم المال وجمعه على صحتك وسعادتك ونومك وعراحتك نتمنى ألا تتبع أخطاء الآخرين واغتيابهم ونسيان عيوب النفس نتمنى ألا تنهمك في ملاذ النفس وإعطائها كل ما تطلب وتشتهي نتمنى ألا تضيع وقتك مع الفارغين وإنفاق الساعات في اللهوة نتمنى ألا تهمل الجسم والبيت من النظافة والروائح الزكية والنظام نتمنى أن تتذكر مصيبة الناس فيما يعانون وأن الله قد عفاك من كل هذه المصائب نتمنى ألا تنسي الآخرة والعمل لها والغفل عن تلك المشاهد نتمنى ألا تهدر المال في المحرمات والإسراف في المباحات والتقصير في الطاعات أيها الإخوة الكرام المرأة نصف المجتمع والمرأة المؤمنة أحيانا تمر بالإحبار لأن فصلها الأول والأخير أن تكون زوجة لرجل قوي كريم مؤمن طافي والله الذي لا إله إلا هو أردد هذه المقولة من مشى بتزويج رجل بامرأة كان له بكل كلمة قالها وبكل خطوة خطاها عبادة سنة قام ليلها وصام نهارا أدخل هذا العمل الصالح في برامجك اليومي ألك قريبة ألك أخت تعرفها شريفة طاهرة صادقة مؤمنة تائبة دل عليها إسعى إلى زواجه لأنه إما أن يكون المجتمع منضبطاً بالزواج أو متفلتاً بالسفاح أصدق ولا أبالغ أنه كلما ضيقنا سبل الزواج اتسعت أبواب السفاح وأعداد البيوت بيوت الدعارة في المدن الإسلامية أرقام لا تصدق لا تصدق ضيقنا سبل الزواج فانفتحت أبواب الحرام والمرأة اليوم مبذولة ورخيصة وكنت أقول دائماً كلما رخص لحم النساء غلى لحم الضأم وكلما اتسعت الصحون على السطوح ضاقت صحون المائدة وكلما قل ماء الحياة قل ماء السماء المرأة نصف المجتمع في الإسلام المرأة أخت أو بنت أو أم أو زوجة وكلها علاقات مقدسة ما في بالإسلام خليلة ولا عشيقة ولا في امرأة تعيش بسدييها تمتهن الدعارة هذا كله جاءنا من عالم الغرب قال تعالى وَلَا يُخْرِجَنَّكُمَ مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَى الآية تشقى أما بحسب اللغة أو بحسب السياق اللغوي وَلَا يُخْرِجَنَّكُمَ مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَيَا شقاء الرجل شقاء حكمي لزوجته وَشَقَاءُ الْمَرْأَةِ شَقَاءٌ حُكْميٌّ لِأَبِيهَا وَإِنَّهَا